ردود الفيلم من مسألة تحالف بعض القبائل الجزائرية مع الإسبان ضد الأثمانين السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات رابعا ردود الفيلم من مسألة التحالف مع الإسبان لقد أجمع المورخون المحليون على أن مهالات بني عام للإسبان تانت خيانا للعقيدة ودخولا تحت طاعة التافر ولوائه وطعموا بوصفهم بأربح الأوصاف وأبشائها فهذا أبو راس الناصر في حديثي عن البايم مصطفى بن يوسف باي أثناء حملة على وهران يصف تيفا ساعد بن عام للإسبان فيقول في ذلك وأن البايم مصطفى سطط ذايت اليوم عن فرصه لشدة تحريضه على الجهاد وتثرت عدوه وتتائب بن عام الواطفون وللمسلمين خاذلون تذايت نجده يصفهم بجوفات العرب والكفرة والمردة للعرب أما محمد بن سليمان فقد حذر عربان وهران من التعامل مع الكفارونات سواتان من الإسبان أو اليهود وإنذارهم بأنهم إن فعلوا ذايت سيصبحون رعية لهم ودعوهم لليقظة ومخافة الله في ذلك ويعتبر موطف عبدالقادة المشرفي وأرسى موطف مضاد لقباء البني عامر في تتابه بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الإعراب تبني عامر إذ نجده يخرجهم من الملة الإسلامية فيقول عنهم ولما استقل قدم الإسبانيين بوهران حاز إليهم طواف من العراب الذين أضعوا فإيمانهم والعياذ بالله من ذلك ويرسط بهم المشرفي الذريع والمط والغدر وتلتعادت بني عامر في الغدر والخديع ولا يخفي المشرفي فض بني عامر في العدة والعدد والشدة والنجدة والفصاحة في اللسان إلى أن دخولهم تحت طاعة الكافي جردهم من هذه الأرقاب وأرسبهم حسبه الذل والإهانة والصغار والاستيتانة وعدم مراعاة الحرم نهيت عن النفاق والطفر الصارح وهو ما دفع بالعلام أبو العباس سيدي أحمد بن القاض إلى معاتبتهم وإرغامهم في نفس الوقت في قصيدته الرأية فقال في مطلعها فمن مبلغ عني طبال بني عامر ولا سيمة من طثوى تحت تافر بالرغم من طول ما قدمه بن عامر للإسبان من خدمة ولا وإذعا للطاعة إلى أنه لا تانوا حذرين منهم دائما ويصور لنا المصدار ذالته ولما متنوا من المدينة شرطوا عليهم برج المرصى فأنزلوهم بهم وفا بالأهد وإليهم ينسب برج اليهود الذي به دور وجعلوا لهم الصولة العظيمة التي لا توصف على المسلمين فكانوا يخرجون لبني عامر لقبض الضريبة الملود ثم تخيل منهم النصار بعد ثمانين سنة ما يتراهونه فأخبروا سلطانهم بذلك فأمرهم بطردهم مخافة أن يفعلوا به ما فعلوا بالمسلمين من الخديعة علما أن نفس الإشتالية سوف تظهر مستقبلا في مقاومة بني عامر مع الأمير عبدالقادر لقد وجدت فصائل بني عاما نفسها بعد فتح وهران مشتتة حسب شدة ولاه للإسبان ومدى توبت بعضها ورجوعه إلى صفوف المسلمين وقد ذهب بعض الونازلة من الإسبان بعد الفتح واستطروا بسبتة وفئة منهم لجأت للمسلمين وصارت تراتل معهم العدو غير أنها في الحقيقة تعلم العدو بأحوال المسلمين وبأمره وبالثبات وتوعده بالرجوع عنده إذا وجدت السبيل والحر فيها أن فئة الزنادر يقتل كل من اطلع عليه منها فئة منهم تابت عن ذنوب أتيجا إخوانها وأنابت من موالاة العدو ومواصلاته وتارت الإعانة له ظاهرا وباطنا وندمت على ما صدر منها سابقا حسب المشرفي والحر فيها أنها واحدة من جماعة المسلمين إن لم يتقدم منها ما يبيح الدم وهذا التفصيل هو المعول عليه في الشرق لأنه عين النازل والملاحظة أن هذه الفتوى كانت خفطة ساوى من فتوى الفقير أبو العباسي لأحمد الفلالي تلمساني الذي أباح مالهم ودمهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد